مبسوطين جداً بيكو وبأنكو يعني شاركتوا في برنامج مهم أكيد زي برنامج الدوم أفنان خليني أبدأ معاكي يعني أنت طبعاً من محافظة غالية جداً على قلبنا كلنا شمال سينة وتحديداً من الحريش العريش يا سلام أيها بالضبط الفكرة بقى فكرة أنه أنا عايزة بقى موزيع يعني وانت كمان خريجة ألسن فحد ممكن يقول يعني بعيد شوية بس احكي لنا كده إمتى حسيتي أنه لا أنا عايزة بقى موزيع وكمان عايزة شارك في برنامج الدوم في البداية اسمحيلي أعبر عن فرحتي في أن أنا النهاردة مع أحد أعضاء لجنة التحكيم موسم الدوم الموسم الأول من برنامج الدوم أنا حقيقة مبسوطة جداً أنا مع حضرتك أنا اللي سعيدة بخورة طبعاً مع الموزيع ردوة صاحبة لقب أول موزيع من دوي الهمم فأنا فعلاً مش قادرة مش لقي حاجة تعبر قد إيه أنا فرحانة أن أنا معاكم النهاردة تاني حاجة حلمي أن أنا أكون موزيعة طبعاً كلية الألسن قد تكون بعيدة شوية عن مجال الإعلام ولكن أقدر أجزم بدون مبالغة الكلية دي هي اللي وصلتني اللي أنا فيه النهاردة أنا خبرتي وتجاربي وكل اللي عديت بيه في مجال الإعلام محدود جداً ما ممرتش بحاجة غير بكلية وكلية فعلاً بنت فيها حاجات كتير قصص كتير جداً خلتني أوصل للمرحلة دي وأقدر عدي من أول مرحلة وتاني مرحلة وتالت مرحلة وأكمل ويبقى عندي طموح أن أنا أكسب اللقب كل ده مجاش لوحدي أكيد ما عملتش ده لوحدي كان بسبب داكاتريتي وجمعاتي وكلتي كان دعم مش طبيعي منهم هم اللي اكتشفوني وهم اللي زرعوا فيي النواة أنا كان عندي البذرة بس هم اللي زرعوها فأول ما زرعوها ولقيتها بتنبت قلت بس تشجعتي بس أنا لازم أخليها شعجرة بقى مش نبت محمد كان عندك نفس هذا الإحساس أني أنت أصلاً من المينيا ودراسات أنا خريج أداب بس دراسات سكانية دراسات سكانية بالضبط كده مجال الألام ليه كان بيعني حلمك؟ الحقيقة من وانا صغير من وانا صغير خمس ست سنين في طفل بيقول أن عايز أبقى مذيع يعني الناس بتقول دكتور ممثل أو دكتور ظابط يعني حاجات كلها بتبقى يعني لحد ما بيبقى قالب معينة أنا عايز أبقى ظابط عايز أبقى دكتور عايز أبقى مهندس لكن في حد تاني بيقول مذيع في حد تاني بيعشق أنه يتفرج على البرامج وهو مش فهم أي حاجة من اللي بتتقال بس هو دائماً بيسأل طيب هما ليه عادين بيتكلموا بيسألوا بعض وبيتناقشوا طيب إحنا بنستفاد إيه؟ دي كانت الداخلة الأولى يعني كنت بعمل حاجة مجنونة جداً كنت بتخيل دائماً نفسي ماسك المايك والمايك ده هو بيبقى ريموت التلفزيون يعني وبعد أكلم نفسي قدام المراي بصور فيديوهات لنفسي مع بداية ظهور الموبايلات أنت قدمت كمان في الموسم اللي فات بالظبط صح؟ وما تقابلتش ولكن ده لم يمنعك أو ما أحبطكش قلت لأ هقدت تاني في المحاول حقيقة فعلاً ده حصل قدمت كان في محافظة قصيوت كانت اللجنة طبعاً متغيرة ما كانتش اللجنة الحالية يعني ما كدبش على حضرتك برضو أنا مكنش جاهز كفاية السنة الفاتح فاشتغلت على ده يعني سنة بالظبط والحمد لله بقيت في الدوم كانت مفاجأة كبيرة ليا عملت القدشان متاع السنة دي مكنش متوقع يا الفكرة أنت ما قلتش أنا مش هقدم يا محمد أنا خلاص اترفضت في أول موسم فأكيد يعني بلاش بقى أن أنا أجرب الموسم التاني يعني حلو أن أنت أصريت الزبط أصريت بس بعد فترة إحباط شوية لما لقيت البرنامج خلاص بيبدأ وهي خلاص أنا مش موجود بس دايماً في طول المدة دي وقابل لكده دايماً كان بيبقى في حافز ما داخلي لأ كمل لأ يلا بينا لأ لسه وهو الحافز ده وهو يعني الآتيتود دي زي ما بيقوله هي اللي هتوصلك دايماً أنا فيش حاجة تحبتك سرق أصوان بقى الأمر اللي معنا طبعاً التفنس زي الأمر طبعاً أنت خارجة علوم صح؟ جامعة إنا مصبوة 15 مصبوة ورضو حلم التقديم التلفزيوني ليه كان بيرود خيالك؟ أنا بدأ معي من الضفولة يعني من أولى ابتدائي وأنا في الإزاعة المدرسية ودايماً ما عنديش رهبة الجمهور ومنطلقة وببقى سعيدة قوي وأنا بتحدث إلي الجمهور فكل الناس كانت تغطفني إليه صوتك حلو طلتك حلوة مؤثرة أنت وبتتكلمي فبدأ الموضوع يكبر معي وخلاص بقى هدفين أنا عايزة دخل كلية إعلام بس المجموع وقتها دخلني علوم مش إعلام وبحكم أن أنا في أسوان فلما تخرجت كملت في المجال الخاص بكلية علوم لأنني برضو في أسوان ما فيش استيديوهات مجال الميديا نفسه مش موجود هناك موضوع بعيد قوي ما عنديش مثلا نيتوركينج يقولك أنت لو عايز تبدأ في المجال ده روح أعمل هنا أو ابدأ من هناك فكرة برضو أسوان القاهرة مسافة بعيدة وأنا مش عارف برضو البداية بتيجي منين أنت بتروح تقدم في القنوات ولا بتيجي إزاي الوركشوب برضو أن أنت تصرف عليها ما كانتش حاجة بالسهولة دي بتبقى تكلفتها عالية طبعا ببقى يعني أنت بنت ومن الصعيد ومن أسوان فأكيد عايزة إقامة وعايزة مواصلات فالموضوع مش بالسهولة لما قبلت توقعت أن أنت تتقملي كان عندي إحساس بجد أنا مؤمنة بحاجة أن ربنا لما بيزرع في إنسان موهبة ما بتكونش عشان تموت مش من قرار يعني ربنا بيخليها تكمل معي ده حقيقي موسيقى